للحديث عن هذا المصاب الجلال أسعد بصدافة كل من سيد عبد الحفيد ميلات نائب رئيس سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أهلا بك سيدي أهلا بك مسأل نوم وأيضا الأستاذ عبد الرزاق صغورة المحلل السياسي أهلا بك سيدي أهلا وسأل إذن نبدأ بك سيد عبد الحفيد ميلات الجزائر اليوم تنعي وتودى أحد قاداتها ورجالاتها الأبطال رجل مواقف وبطولات كلمة في حق هذا المجاهد نعم طبعا أول شيء سيد الفريق أحمد قائد صالح هو ليس فقط فاقيد الأسراء وليس فقط فاقيد الجزائر وليس فقط يعني فاقيد العالم العربي والإسلامي هو فاقيد الإنسانية هو بالنسبة لي هو فاقيد الإنسانية جمعاء لأن ما قام به هو يعني يبقى يعني شيء يعني عظيم جدا والرسالة التي خلدها والتي ساعة لتحقيقها هي رسالة من الصعب لأي عسكري في أي تاريخ سابق أو لاحق في أي مكان في العالم أن يخطى مثل هذه الرسالة يعني شخص يعني لمدة عشر أشهر وهو يكافح ويحارب ويدعم لأجل إخراج البلد إلى حل دستوري وإلى حل ديمقراطي إلى إخراج البلد إلى بر الأمان والحمد لله يعني حقق ما سعى إليه رفقة كل خيرين وطيبين من هذا الوطن واليوم يعني إذا كانت هناك جزائر يعني انتقلت إلى بر الأمان فالفضل الكبير ومعظم الفضل يعود لهذا الرجل الذي دعم وحافظ على مؤسسات الدولة في وقت كانت المؤسسات يعني تمر بمرحلة خطيرة جدا يعني في وقت وان يعني في كل العالم وفي كل التاريخ يعني السابق وحتى الحاضر واللاحق في كل دول العالم يعني قل ما نجد شخص عسكري يرفض السلطة ويصر على أن ينقل البلد إلى الخيار المدني والدستوري هذا ما قام به الفريق أحمد قايد صالح ورحمة الله عليه وهو كما قلت لكي هو فاقيد الإنسانية وليس فقط فاقيد جزائر هو فاقيد الإنسانية وأي تكريم يكرم وليس من جزائر بل من كل من العالم أي تكريم فهو لن يفيه حقه ولن يفيه قدره نعم أكيد سيد عبد الرزاق صغور ردود أفعال شفناها كانت متبينة وعفوية للجزائريين في عزاء هذا الفقيد بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإن إليه راجعون حقيقة أنا أمس كنت بالحمة بسطيف ولما سمعت الخبر وشاهدت كثير من الناس يعني كيفاش الناس يعني كان خبر كالسائقة يعني الخبر لم يكن عادي ولم يكن يعني الشخص الذي وافته المنية أمس لم يكن شخصا عاديا ولم يكن شخصا يعني أهله فقط ولم يكن شخصا يعني إلا الجزائر وبالتالي هذا الشخص الذي مات أمس ولكن الشيء المهم الذي ممكن نتكلم عنه إنه ساهم في بناء مؤسسات ساهم في خلق مؤسسات والحفاظ عليها يمكن لهذه المؤسسات أن تستمر بعد موت الأشخاص الطبيعيين وأعتقد أنه هذا الشخص أيضا هذا الرجل استطاع مع زملائه وليس لوحده ومع مؤسسته الحقيقية وهي المؤسسة العسكرية على خلق وبناء طابع مؤسساته للدولة وعدم كما قال الأستاذ عدم الخروج عن الإطار العام وهو الدستور والبقاء داخل الدستور والاختيار الأفضل وهذا هو المهم أنه اختار الحل الدستوري وما معنى الحل الدستوري هو الحل الأقل التكلفة للجزائيين ممكن في حول أخرى ولكن الحل الدستوري وحل الانتخابات انتخاب رئيس وتأسيس هذه السلطة الوطنية هذه كلها الآن استطاعت أن تمنع الجزائر في هذه المرحلة من أي بالبلاء أو أي انزلاق إذن اليوم هذا الشخص هذا لماذا نحن نتكلم عنه بهذه الصورة وبهذه الطريقة لأنه شخص فارض اسلوب معين في هذه الدولة الشخص هذا فارض وجوده الشخص هذا كان عنده كاريزما كان عنده خصوصيات كانت عنده ميزات التي ربما سامحت له أن يساهم ويساعد الجزائر على الخروج من وضحة الذي كان ممكن أن يكون سيا اليوم نحن في بعد انتخاب رئيس الجمهورية وكما فضلت يقبل وقلت أنه حتى الموت أنت أو جاءت بعدما أتمم بعدما أتمم وساهم يعني سلم الأمان بالضبط وساهم في تكملة وفي بناء كل مؤسسات الدولة الجزائرية بمعنى الآن الجزائر عندها رئيس دولة على هذا الأساس مجرد ما مات استخلفة برئيس أركان آخر واليوم أيضا المنصب الرئيس الأركان مستمر والشخص الطبيعي مات وبالتالي اليوم الجزائر السيد قيل صالح تركها في مأمن من أي مآزق ومن أي ربما ظروف لا تحمد عقبها إذن نظرنا اليوم اليوم نتكلم عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نتكلم على دولة عندها مؤسسات وعندها رجال وعندها شعب لأنه شاهدنا كما قلت الشعب في كل مكان متألم هذا الشعب كله كان نستطيع أن نستشف في هذا الشعب بأنه كل وأنت كنت الآن تقول لنا في الجلفة وفي قصدينة وفي البونيدة ومشعب فيه قلت أنا كنت بسطيف يعني حتى الأمس يعني نشاهد حتى الناس يعني شغل خايفين شعروا بأنه شغل الوالد التحمله مات ماوش مماتش جايد صالح الجايد صالح يعني ربما أحنا نبالغ أحيا لأنه الحالة الآن تسمح لنا باش نقول كلمات ربما نخرج على النص بحيث أنه بعض الدول يسميه للقائد التحمل الوالد هذا الشخص هذا كان كبير سن كان بمثابة الأب والجد أيضا وفي التالي كان والد يعني تحسي كان الجزائرين فقدوا والد أو أب من أباه ولذا نظن أنه هذا الشعور موجود ما أدا بعض البعض وربي سامحهم وإحنا دائما نقوله يعني في الإسلام يعني وإحنا كمسلمين أذكروا محاسنة موتاكم اليوم نحن السيدانة لازم نذكر محاسن تأوي نذكر الفضل التأوي على الجزائريين وعلى الجزائر نذكر أنه كيفاش هذا السيدانة استطاع من 2015 ويكافح وليس من 2015 لما قام بعالة هيكلة المؤسسات الأمنية والاستعلاماتية والتعيينة اليوم استطعت الجزائر أن تجد رجالات موجودين في مواقعهم عندهم مقدرات عندهم مستويات عندهم كفاءات إذن اليوم ثمنى من الخلف الذي الآن هو موجود أنه أكيد أنهم في مستوى أعتقد لا غبر عليه أنهم يكونوا في نفس المنهج وأنهم في نفس الأسلوب في الحفاظ على الجزائر وفي الحفاظ على بناء المؤسسات الجزائرية وبناء الدولة العصرية الدولة الحديثة الدولة التي نحلم بها كلنا التي نريدها دولة تنمية دولة اقتصاد دولة عدالة وأنه الآن على الأقل نحن في المرحلة في منطق وفي حقبة جديدة وفي مرحلة جديدة التي أسس لها لأنه السيد قيد صالح رحمه الله ومع هؤلاء الرجال أسسوا إلى بناء هذه النظام الجديد وإلى إعادة بنا الدولة من جديد بمنطق العدل وبنطق القوة ومنطق منطق سيادة لأنه الآن حدودنا مصولة سيادتنا موجودة شعبنا يعرف على الأقل وخدورات دولته ويعتز بها ويفرح بها نحن شاهدنا في هذا العام هذا يعني 2019 هو يعني ودعنا فيها السيد قيد صالح ولكن هو 2019 لرفع الغبن الجزائيين رابعني أنه الحركة كان إنجاز أيضا الحركة كان إنجاز عظيم والحركة هو القيادة والمؤسسة العسكرية وكان أول من سند ورافقت الحرك وحفظ على سلميته وحصنت الحرك من عدم الأنزلاق وحتى أنه منأت أي عنف يبارس على الحرك يعني بالحديث بالحديث عن النقطة توجه بسؤال سيد الحفيد داميلات أيضا أنتم كانت كان لكم دور في مرافقة أيضا الحراك والاستماع إلى مطالبه وتجسيد مطالبه إلى جانب المؤسسة العسكرية يعني كيف كان التنسيق بينكم وبين المؤسسة العسكرية لا هما سبحاني برغب لان بش يكون السؤال بش يجاوب لانه بثين هما صبحوا مؤسسة التي رافقت وعملت في تكملة مؤسسات من الدولة الجزائرية لأنه هذه المؤسسة استطعت أنت تحمل إذن عب الانتخابات أنت تحمل عب لأنه كان الانتقادات للمجل الدستوري للإدارة المزارة الداخلية كانت الأشياء مبهمة هذه المؤسسة صبحت هي للبارشوك للنظام السياسي على هذا الأساس أنه براك أنا أحب هذا شكرا هك أكيد مدام تحتي على السلطة الوطنية أول شي أستدرك باسم السلطة الوطنية وباسم رئيس السلطة الوطنية ونيابة عن كل زملائي في السلطة الوطنية نتقدم بعزائنا لكل الشعب الجزائري وللسيد رئيس الجمهورية وللمؤسسة العسكرية عن فقدان هذا البطل الذي كما تكلمت عليه قبل قليل أي كلمات نستعملها في بعض أحيان عندما تريد أن تذكر ملاقب بعض الأشخاص يعني تغيب الكلمات لأنه مهما عبرت تجد أن كلمتك لا تفي ذلك شخص حقه فتجد أن لسانك يعجز عن التعبير لأنه يبقى التعبير عاجز عن وصف هذا الشخص وعاجز عن ما قام به هذا المرحوم رحمه الله طبعا السلطة الوطنية للانتخابات مستقلة في السلطة الوطنية هو استقلالها سلطة الوطنية مستقلة للانتخابات كما قال سيسا هون منذ قليل كنتكلم عن الحراك طبعا إذا عدنا إلى الأسابيع الأولى للحراك نجد أن المطلب الأول للحراك طبعا هو رفض العهد الخامسة وذهب النظام المتفليقي والمطلب الثاني الذي كان دوما يعني يجاور المطلب الأول في الأسابيع الأولى من الحراك وأنا شخصيا لدي صورة يعني حتى هنا في العاصمة في الأسابيع الحراك وأن كنت مرفقة أصدقاء وزمناء نحمل الله في تاتو طالب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات فالسلطة الوطنية هي كانت أحد ما طالب الحراك الشابي الأساسية سلطة وطنية مستقلة السلطة الوطنية المستقلة طبعا كانت مطلب أساسية الشعب الزائري الحمد لله تحق المطلب الأول وهنا يعني أؤكد على ما قاله الدكتور يعني منذ قليل يعني أنه لا يمكن أنه قلل بل العكس ما نحن فيه اليوم هو نتاج الحراك الشعبي لأن الحراك الشعبي هو الذي أسقط ذلك الجبل الذي كان يظنه الجميع مستحل أن يسقط يعني قبل الحراك الشعبي بأسابيع لم يكن يتصور شخص يعني يعني يسقط النظام البوتفليقي وأنه رموز الفساد تاعه اليوم يعني من كان يتصور له في إحلامه أن هذه الرموز اليوم متوجدة في السجن من يتصور أن النظام البوتفليقي يسقط يعني هي مكاسب الحراك الشعبي ما حملته من صراحيات هي غير مسبوقة في تاريخ الجزائر وفي تاريخ العالمي في وضع السلطة الوطني المساقل للانتخابات والتعجيل أيضا في الانتخابات أكيد أنا كنت ونتوقفت منذ قليل كنت حابة أقول لك أن أهم ميزة يعني كنا دوما نعتز بها ونؤكدها وندافع أنها هي ميزة الاستقلالية ميزة استقلالية السلطة هي الميزة التي تميزها عن أي هيئات سابقة لها هذه الاستقلالية ما كنا لنستطيع أن نتشبث بها إلى آخر اللحظة لولا يعني حماية المؤسسة العسكرية وهي حامية الدستور تحمي الدستور وتحمي كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة السلطة الوطنية فهذه المؤسسة والله شاهد أنها لم تتدخل يوما في عمل السلطة ولم تفرد يوما رأي على السلطة ولم تفرد توجها على السلطة لكنها كانت تحيط السلطة بذلك الهالة والحماية التي تمنع الغير من التأثير على عمل السلطة فلولا هذه الحماية لولا هذه الحماية لأنه لا ننكر أن هناك بقايا للدودة العميقة تحاول دوما أن تسترجع أنفاسها وتسترجع مواقعها وتحاول إذا طردها الشعب من الباب تحاول أن تعود عن الطريق النافذة يعني السلطة الوطنية لولا حماية المؤسسة العسكرية وعلى رأسها السيد الفريق أحمد قايد صالح يعني هو الذي أعطاه أعطانا النفس وأعطانا ذلك الجدار كأنها مشكلة جدار حول السلطة الوطنية لمنع أي تأثيرات جانبية وهذا الجدار استمر في حماية السلطة ومنع أي تأثيرات جانبية إلى غاية يوم 12-12 بل إلى غاية يوم 13-12 يعني وظل إلى ما بعد ذلك الحمد لله هذا الأمر ممكن القليل يعي أهميته لأنه لولا حماية المؤسسة العسكرية فهي فهي ليس فقط حامية للسلطة الوطنية بل حامية لكل مؤسسة الدولة فهي حامية الدستور لولا هذه الحماية لما استطاعت السلطة الوطنية أن تخرج للشعب الزائري أول انتخابات نازهة أول انتخابات لا نجد من يشك فيها إلا ممكن بعض يعني الأعداد أو العناصر القائل جدا فكل الشعب الزائري زكى هذه الانتخابات لأول مرة نجد انتخابات حتى المترشحين يعني لم يطعنوا فيها المترشحين باقي المترشحين الأربعة يعني حتى الملف عندما عندما طلع إلى المجلس الدستوري طلع بدون طوعون يعني دليل على أن الجميع اعترف هذه المرة بنزاهة العملية إذن لولا المؤسسة العسكرية وعلى رأسها وباقي المؤسسات طبعا لولا هذيك الجدار الذي وضعوه لحماية السلطة الوطنية طبعا لما استطعنا أن نقوم بهذا العمل جبار الحمد لله اليوم رأينا عنا رئيس جمهورية منتخب الحمد لله ومنتخب بنزاهة رئيس جمهورية يعني في خطاب التنصيب بتاعه يعني تقدم بكلمة شكر للسلطة ونحن نشكره لأنه يعني أعطى للسلطة هذه المكانة فهي فهو يعني مكانة نعتز بها ونقدرها رئيس جمهورية أتسمحك أستاذ عبد الحفيد ميلات تصلنا هذه المشاهد مباشرة من المواطن من المواطن ليرسم لجدارية للفقيد الفريق أحمد قايد صالح تخليدا لروح الفقيد واعترافا لما قدمه للوطن والشعب الجزائري من مدينة برهوم بولاية المسيلة إذن أستاذ صغور كيف ترى هذه التصرفات الجزائريين وتعزيهم بطريقة خاصة لهم تخليدا لروح الفقيد يعني جدارية ويرافقها العلم الوطني من ولاية المسيلة شوف الأخط الظهور ننقل بأنه الموت التعسيد قاعد صالح أمس مشاهدنا ما حدث أمس واليوم وغدا هذا استفتاء ثاني كانت انتخابات وهذا استفتاء وانتخابات أخرى على مصداقية هذا الرجل لما نشاهد كل هذا الزخم وكل هذا التأثر وكل هذا التألم من الجزائري نعلم بأنه السيد هذا في مخيلة الجزائريين سوف ألن ينسى لن ينسى ثم أن معناها الأعمال التي قام بها أعمال الشعب الجزائري كان يساندها داخل اليوم لأنه هناك حاجة إلى الاستقرار هناك حاجة إلى تكمل خلبينا وبالتالي حتى الموت التأخدم بها الجزائريين اليوم لأنه حتى في موته يعني كان نوع من شوف لما هذا الشعب كله يخرج بها الطريقة ويتألم بها الطريقة بعفوية أعطى مصداقية جديدة للنظام معناها أنه السلوك والطريق والحل الذي واصلنا إليه وهو الانتخابات وانتخاب الرئيس معناها هذا الأسلوب هو أسلوب صحيح يكرهوا لي يكرههم ويكرهوا الإنسان اللي ما يخدمهم ولي يحضرهم سيد هذا في تسعة شهر لم ترك قطرة من الدماء وإحنا شاهدنا أنه في البلدان الأخرى وأنا ما نحب نضرب مثلا بدول أخرى ولكن شاهدنا يوميا لا لازم نضرب مثلا الضب يسير لازم نضرب أمثلا بدول أخرى بش شاب يقدر يعرف يعرف شعب الجزري من دم خرج اليوم يعرف 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 علش يعرف إحنا ما لازم نتكلم هذه اللغات الحشبية لأنه شعب الجزري يعرف وراه يشوف القنوات وعنده الفيسبوك وحتى الناس لربما يعني حتى الحراك وما حدث يعني نمى ثقافة المواطنين في الجانب السياسي يعني حتى المصطلحات لو يعرفوا يعني المصطلحات السياسية الدستور مواد الدستور على ماذا تنص بالضبط لأنه اليوم اليوم الشيء الجميل والشيء المهم والشيء اللي لازم نخذه عبرة هو أنه شاهدنا كيفاش ناس العصابة كيفاش الشعب كان فرحان أنهم يسجنون كان فرحان أنهم يحكمون كان فرحان أنهم وكيفاش اليوم الشعب متألم وهذه في العقلقة يعني ليس تزلفا ولا تملقا الرجل ما اثر يرحمه سالح أنا شخص مين لا تزلف ولا تملق أنا بعض القناة وتستاذ الميران يتصلوا بي فقال لو أنت عالمية يأزيونا نحن اليوم ليس نحن نأزيو نحن نقبل تعازي تعال آخرين لأنه هذا فاقيد الجزائريين كلهم نحن لي نقبل تعازي تأزي في أبوك في أهلك في أخو في أمك اليوم الشعب الجزائري هو يقبل تعازي تعال آخرين لأنه فقد جزء يعني كان بمثابة المرشد كان بمثابة هو يعني مرشد الدولة يعني كان بمثابة يعني أحيانا كنا في الحراك وفي اليوم الأولى كنا نجاو نديروا تحليل عندكم نعم وكنا ننتظروا كلمة سكية سالح ماذا يقول وكيف نبنع لها لأنه كان البناء انتعاد الإنجاز ليحدث اليوم يعني في كل خطباتي كان يرسل رسائل لتوعية يعني حتى أصبحت يعني كان يرسل كلمة عدته جهات نعم يعني أصبحت المؤسسة الوحيدة التي يثق فيها المواطن بالضبط وعلى هذا اليوم اليوم ماذا تحقق؟ تحقق الإنجاز عظيم أننا استطعنا أن نملئ الفراغ والشغور والخروج على الدستور وأصبح لنا رئيس جمهورية منتخب شاحب رئيس جمهورية مقبول رئيس جمهورية رئيس جمهورية اليوم لي من خلاله ما تمشي الفراغ مجرد ما مات سيد رئيس صالح رحمه الله تم تعيين سيد سيد شليحة الذي متأكدون يكون خالف يعني اليوم نظن بأنه هذه إنجازات كلها تحسب لأنه ما نقلاش نتكلم إلا بلغة العاطفة ولكن الآن فيه إنجازات فيه مؤسسات وهذه المؤسسات هي حماية للشعب الجزاري هي تأميل للشعب الجزاري هي التي سوف تقود الشعب الجزاري كما قادوه الجماعة عن سلطة الوطنية انتخابات باش تكون انتخابات مجرد أسلحة أسلحة أستاذ صغور طريقته الخاصة في التعبير على فقيد الجزائر وكما قال الأستاذ صغور هو اعتراف من طرف الجزائرين على ما قدمه هذا المجهد اعتراف واعتراف كبير يعني وهذه الصور كنا نشاهد فيها هي ممكن جزء بسيط جدا مما يحدث في كل موذل وقورة وولايات الوطن في كل ولايات الوطن يعني نصبت خيام العزاء في كل ولايات الوطن يعني هناك مواطنون يعني راهم يحضرون لتنقل كبير غدا للعاصمة لإلقاء النظر على الفقيد نظر الأخير على الفقيد يعني هناك حافلات ستنطلق من 48 ولاية للعاصمة أنا متأكد أننا سنشاهد غدا يعني جنازة غير مسبوقة في تاريخ غزاء سنشاهد من جنازة ليس فقط مليونية بل مليونية ومليونية ومليونية هذا الشيء يدل وهذا استفتاء آخر يعني هذا يدل على يعني مدى تعلق الشعب لزئري وحبه لكل شخص وطني يحب وطنه وهناك لا فقط ليس للقييد صالح وليوهدي بل كل شرفاء الوطن وما أكثرهم هؤلاء الشرفاء هذا دليل على حب الشعب وهذا يبين مدى التفاف الشعب حول المصار الذي اختاره الفقيد وحول المصار الذي اختاره الكثير من الشرفاء في هذا الوطن هذا المصار اليوم يعني الحمد لله أوصله الفقيد وأوصله باقي الشرفاء معه إلى هذا الحل وإلى هذا المخرج الحمد لله إذا كنا اليوم ننعم بالعودة للدستورية والشرعية فهذا نتاج إنجاز الفقيد وإنجاز كل من رافقه في هذا العمل إذن اليوم الحب الشعب الزائري وهو فقط ليس الشعب الزائري البارحة شفت صحفي عربي يعني يقبل في صورة الفقيد ويقول نحن نحسدكم أن نؤمن عليكم الله بأشخاص مثل هؤلاء لأنه يعلمون والجميع جربا ماذا حدث في باقي الدول العربية التي لم تسلك أو التي لم تكن محظوظة بأن كانت عندها رجال مثل الشرفاء اللي عندنا شوفوا وصلوا يعني يعني ولا أضرب الأمثلة في الجميع يعرف الأمثلة اليوم الجميع تأكد أن الخيار الدستوري الذي وقف خلفه المرحومة ووقف خلفه كل المؤسسة الأسكرية لا بد أن نبقص الأشخاص حقهم يعني فهناك الكثير من الرجال الشرفاء الذين وقفوا في هذا الخيار اليوم الحمد لله هذا الخيار رأنا نعيش كما قال أستاذ غور منذ قليل يعني اليوم عادت عندنا رئيس جمهورية الحمد لله بمجرد وفاة قائد الأركان يعني لحظات تعين قائد أركان أخر بالنيابة لأنه هناك مؤسسات يعني هذه المؤسسات يعني لو نوجد هذه المؤسسات كان فقط كان فقط وفاة يعني قائد الأركان كان سيشكل أزمة سياسية ودستورية إذن وجود مؤسسات اليوم إذن هناك مؤسسات تحكم في المخارج السياسية بمجرد وفاة قائد الأركان بعد لحظات السيد وهو نحن متأكدين أنه لن يقل شأنا وحبا للوطن ولن يقل خذبة الوطن عن سابقه اليوم الحمد لله عندنا مؤسسات دستورية وهذا إذا كان وصلنا لهذه المرحلة فهي بتضافر جهود عديد من المؤسسات والرأس المؤسسة العسكرية التي رافقت العملية وكانت منذ البداية تطالب باختيار الحل الدستوري والطريق الدستوري لاحظنا في بداية الأشهر الأولى هناك الذين بعدين يقولوا مدنية وليس عسكرية لاحظنا كانت ذكري في الأسابيع الأولى بعد استقالة موت فريقة كانوا ينادون المؤسسة العسكرية بتولي الحكم يعني كانوا يطالبونها بتولي الحكم وقالوا لن نتعامل إلا مع المؤسسة لأول مرة في التاريخ أن المعارضة تطالب بحكم ما بين قوسين ليسا كل معارضة أو جزء من المعارضة يطالب بالحكم العسكري والمؤسسة العسكرية ترفض الحكم العسكري لم يحدث هذا لا في أوروبا ولا في إفريقيا ولا أي في دولة في العالم أن المؤسسة العسكرية جزء من الشاب يطالب بأن تحكم وهي ترفض وتقول نحن لا نحكم نحن مؤسسة دستورية دورنا حماية الدستور ودورنا مرافقة الحلول الدستورية كانت تعلم حجم المؤامرة التي كانت تحاك هي كانت مؤامرة وهم كانوا وضعوا مؤامرة لإيقاع المؤسسة العسكرية لكن الحمد لله المؤسسة العسكرية كما قال أستاذ صغور التي طهرت نفسها منذ 2015 لأنه إذا كان الحراك كان الشعبي في 2013 فالحراك هذا بدأ في المؤسسة كان منذ 2015 والحمد لله اليوم مؤسسة تضم في قيادتها الشرافاء الوطن مطهرة شريفة الحمد لله كان موقفها غير مسبوق حتى في أكثر الدول الأوروبية المتطورة يعني ما كانت مؤسسة وصلت إلى وعي سياسي مثل مؤسسة العسكرية الجزائرية الحمد لله اليوم عندنا مؤسسة على كل الشعب الجزائري كل الشعب الجزائري بدون استناء عليه أن يفخر بها أن يفخر بها هذه المؤسسة اليوم الحمد لله كما وقف الشعب الجزائري خلف هذا القائد الراحل نقول أن أحسن تكريم له يعني أكيد أحسن تكريم له هو ما نراه اليوم من هذه الصور أحسن تكريم له هو ما نراه اليوم من هذه الجداريات التي ترسم في كل ولاية الوطن أحسن تكريم له ما نراه من بيوت العزاء في كل ولاية الوطن أحسن تكريم له المسير المليوني ستكون غدا أو الجناز المليوني ستكون غدا لكن أنا بالنسبة لي أحسن تكريم له أن نكمل الرسالة التي بدأها أحسن تكريم له أن نواصل في الطريق الذي رسمه أحسن تكريم له طبعا أن نقف خلف مؤسسات الدولة أن نقف خلف مؤسس رئاسة الجمهورية التي هي الحمد لله نتاج الصندوق نتاج انتخابات نزيهة وشفافة على كل الشعب الزائري أن يدعم مؤسس رئاسة الجمهورية على كل شعب الزائري أن يقف خلف القيادة العسكرية التي خلفت القائد الراحل أن يدعمها هذا هو أكبر تكريم هذا هو الشيء يجبه يرتاح في القبر عندما يجب أن الشعب الزائري ما زال يكمل في رسالته وما زال يقف خلف مؤسسات الدولة ومؤسس رئاسة الجمهورية ومؤسسة العسكرية طيب أعود إلى الأستاذ عبد الرزاق صغور تحدثت نقطة مهمة سيد ميلات هو رفض المؤسسة العسكرية الحكم ودائما ما يجدد في خطاباته أنه ليس لديه أي طموح سياسي ما هو منذ بداية الحراكة إلى اليوم نظن أن المؤسسة العسكرية دور للعباته سواء في تأمين الحراك والشارع من جاء وتأمين حدود الجزائر التي هي ملغمة فعلا سواء كانت في الحدود الليبية أو المالية أو النيجر جنوب الصحراء أو موريطانيا أو غيرها هذا الدور للعباته كان دور منقولش مهم أكثر من مهم وأساسي يبقى اليوم هذا الاعتراف الكبير من الشعب الجزائري للسيد جايد صالح من خلاله شعب الجزائري يعترف بالمؤسسات التي هو منها معناها هذا الاعتراف هو للمؤسسة العسكرية لأنه جايد صالح هو قائد أركان وهو نائب زردفان وهو الذي كان بمثابة الناطق الرصبي للمؤسسة العسكرية وبالتالي من خلاله الشعب الجزائري يعبر عن اعترافه بمصداقية هذه المؤسسة يعبر من خلاله عن اعترافه أيضا بالدور الذي لعبه كشخص ولعبته كمؤسسة إذن اليوم لما نتكلم الإشكال هذا موش هو المهم الآن هو دائما قيمة الرجل تظهر بعد وفاته الآن بعد ما ماته فهمنا ربما كان بعض الناس اللي كانت مترددة ولكن اليوم لما فقد دائما الفقيد بعد ما ماته الناس تظهر اليوم ظهرت المحاسن وظهرت كل الملاقب التي يتمتع بهذه الشخصية التي لن ينساها التاريخ لماذا لن ينساها التاريخ؟ لأنه دور المؤسسة العسكرية ودور الشخص البارز اللي هو قيمة صالح في هذه المؤسسة وفي إعادة ترتيب البيت من جديد وفي إعادة بنا الدولة الجزائرية من جديد وفي إعادة تنظيم مؤسسة الدولة من جديد هذا كله سوف يبقى راسخ ويبقى اسم وصورة جاية صالحة موجودة أحب من أحب وكره من أحب هذا شيء متاعه هو صنعه مع مؤسسته وبالتالي اليوم نضم بأنه الشيء الذي كما قال أخي ميلات لما ذهب الرجل ترك وراءه دولة ترك وراءه مؤسسات ترك وراءه جيش موليسة لأنه لازم نعترف أيضا أنه سيد جايت صالحة لما جاء على رأس المؤسسة الأسكانية عصرانها هو الذي قام بها عصران تاني المؤسسة سواء تحديث نوعية الأسليحة الآن الجيس الجزائر يصبح مصنف من بين الجيوش العالمية الآن الجيس 13 عالمية أصبح مصنف كلاسي وهذا شيء مهم جدا إذن السيد هذا كل الأدوار اللي قام بها ومات وهو يعمل مات وهو في الميدان يعني ما مات وهو خارج العمل وخارج الميدان مات وهو يعمل وهو في منزله داخل الثكنة ولم يمت في مستشفيات فخارج مات وهو يعمل وهذا يحسبناه أيضا إذن اليوم نظل بأنه اليوم كما قلت في الأول المهم جدا وأننا نستخلص العبرة أيضا نستخلص أنه الآن الجزائر ماذا نريد نحلم الجزائر؟ ماذا يريد شعب الجزائر؟ يريد دولة الحق والقانون يريد الدولة التي لا يظلم فيها يريد الدولة التي يعتز بانتماء إليها الجزائرين شعب طيب شعب يعني يفرح بأشياء بسيطة نفرحه ما لاحظتوش كأس الفريقية كيفاش فرحت الجزائرين؟ كيفاش خرجوا ملايين الملايين؟ ما لاحظتوش كيفاش المؤسسة العسكرية هي اللي رسلت الجمهور إلى مصر بالطائرات العسكرية؟ من أعطى الأمر؟ علي ساكيد صالح؟ إذن المؤسسة العسكرية في الحق عندها تقاليد حتى في أم دربان هي اللي رعت يعني ببعنا هذه المؤسسة لو ما عندناش مؤسسات لا يكون عندنا مشكلة ما اليوم الحمد لله أنه الطابع المؤسساتي للدولة واضح والدولة هي المؤسسات وأنظم بأنه هؤلاء المؤسسون الحاليون للدولة الجزائرين الذين أعادوا ترتيب الدولة الجزائرين ركزوا على هذه العوابل وعلى هذا الأساس أنه وجدنا هذه المؤسسة أيضاً جديدة التي أصبحت جزء من المؤسسات وهي السلطة الوطنية لأنه الآن مجرد ما توزع السلطة كل ما تكون السلطة أقوى مجرد ما تحتاكل السلطة وتمركزها وتكون سلطة لها في يد واحد فريد كل ما تكون ضعيفة وهذا هو اللي أدى إلى سقوط النظام السابق والعصابة لأنها مركزت السلطة وشخصت السلطة وأصبحت السلطة بسمات بأشخاص بأينين من اليوم سيد قيد صالح بناء المؤسسات وحتى الترشيء حتى الانتخابات يعني حتى باش للناس تفهم كما قال الأستاذ أنه ما هو التدخل الذي تم من هو هذا المرشح لا من جهته ولا من جغرافيته ولا حتى يعني حتى لما نتكلم ربما لما ندخل في بعض النقاشات يعني لم يكن يعني بإعاز وليس جهوي جغرافيا لم يعمل على أساس جهوي ومنع حتى يعني العسكري المتقاعدين من الترشح ومن المرسل عام 60 خمس سنوات بعد خرجهم التقاعد لأنه أراد طبعا دوما أن يكون هناك طبعا أن يكون هناك يعني حاجز بين استغلال السلطة من طلب بعض المتعاقدين أو تواجدوا في المؤسسة العسكرية فهو هنا يعني لم يكتفي يعني بمنع التدخل العسكري في العمل السياسي بل حتى بعد التقاعد خمس سنوات ما يقلوش يترشحوا المسل العمل السياسي وهذا إنجاز عظيم الجيش الشعبي الجزائي المي يميزه نستطيع أن نستشفه من تسميته فهو جيش شعبي فهو مرتبط بالشعب والشعب مرتبط به حتى دائما يقول هو سليل جيش تحليل وطني وهو جيش شعبي فالشعب يحبه لأنه منه وهو منه لذلك نجد أن من يشكل الجزائري كله الشعب الجزائري يعني أبناء التابقة البسيطة هم الذين ينتسبون فهو جيش شعبي في بعض الجيش في دول العالم الانتساب للجيش فهو انتساب نخواباوي وعائلي وطائفي وليس متح لأي مواطن أن ينتسب الجيش الجيش الجزائري والجيش الشعبي فهو في تشكية حتى أكبر قياداته الحالية هم أبناء الشعب ترحوا لعائلاتهم تلقاهم أبناء الشعب البسيط فهو جيش يستمد قوته من شعبه ومن انتفاف شعبه حوله وهذا ما أعطاه قوته وهذا ما أخلى الشعب زائري في كل مراحل دائما يتق ويلتف حول المؤسسة العسكرية حتى في المراحل لكل مؤسسات الدولة يعني من قلوه تنهار لكن تضعف ضعف كبير تبقى المؤسسة العسكرية دائما هي لتحمي هذه الباقي المؤسسات وتحيط عليها يعني منذ 22 فبري بعد سقوط مؤسسة رئاسة الجمهورية السابقة أو الرئاسة المتفليقية يبقى المؤسسة العسكرية الواحدة هي اللي شد البلاد وهي اللي حاكم البلاد وهي تأثير البلاد وهي بقى تباقي هذه المؤسسات حتى اللي ضعفت بقى تتقوي فيها بشوية ودعمت حتى السلطة الواطنية كما قال الأسد فإذا كان اليوم وصلنا لنتجة هذا لأن المؤسسة العسكرية قوية هم كانوا يعلمون يعني كنت قدت في البداية أنه كان الجدار الحامل لكم والوطن نعم عداء الوطن كانوا يعلمون أن نقطة قوة الجزائرية المؤسسة العسكرية ونقطة ضعفها في حد إضعافها هي المؤسسة العسكرية لذلك كانوا يركزون يعني كنت تلاحظين كانوا يركزون دوماً على محاولة كانوا يعلمون ماذا تعلق الشعب الجزائري بالمؤسسة العسكرية لذلك كانوا عن طريق بعض يعني الأشخاص الذين العملاء لهم كانوا يريدون دوماً تشويه صورة المؤسسة العسكرية تشويه صورة قيادات المؤسسة العسكرية لأنهم يعلمون أن حب الشعب المؤسسة العسكرية هو أكبر حسن يمنع سقوط الجزائر فأرادوا إسقاط الجزائر من خلال إسقاط المؤسسة العسكرية لكن اليوم بعد وفاة قائد الأركان رحمه الله شاهدوا بعينهم هذا الحب للشعب الجزائري أن حب الشعب الجزائري لم يسقط بالعكس من زاد للمؤسسة العسكرية القائد صالح رحل لكن هناك رجال شرفاء خلافوه رجال هم من نفس مدرسة القائد صالح هم شاربوا من نفس معين الذي شاربوا من القائد صالح هم عندهم نفس حب الوطن كحب القائد صالح عندهم نفس أهداف القائد صالح فالقائد صالح رحل بجسده لكن بفكره وبوطنيته وبحبه الوطن كل هذا ما زال بجسدا فيه رجال اليوم وجدان في المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية قوتها مدامت قوية لن يخششها الجزائر وستنضم له دوما قوية اليوم لا فقط يعني حتى في السنوات الأخيرة كما قال للأستاذ اليوم الجيش الجزائري يرى هم أقوى الجيوش وهذا كذلك ما يحرك الكثير من الأعداء اليوم الجيش الجزائري هو الوحيد من إضافة إلى دولة أخرى لا أحب ذكرها ولي عنده قوات بحرية يعني راضعة هجومية الجيش الجزائري اليوم مصنف 13 عالميا يعني بعد أن كان جيشا حتى أنه كان يحرص بوقوفه بنفسه على كثير من المناورات والحمد لله المناورات التي قم بها الجيش الجزائري هي أكبر من المناورات في العالم الجيش الجزائري اليوم توجه ولاحظنا في المعرض الأخير لدشن السيد رئيس الجمهورية ونشوفنا هناك صناعة عسكرية ناشئة وهذه الصناعة العسكرية هي صناعة حقيقية وليس مثل صناعة تركيب السيارة التي كانت في عهد بوت وليقة والتي الجميع يعلم يعني كيف كانت هذه الصناعة إذا الحمد لله المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للدولة الجزائرية واليوم الحمد لله كانت عندنا مؤسسة عسكرية اليوم كانت عندنا مؤسسة رئاسة الجمهورية الحمد لله رئيس جمهورية منتخب بالطريقة ديمقراطية رئيس جمهورية في خطاب تنصيبه يعني أعطى رسائل إطمئنة كبيرة الشعب الزائري لأول ما نشوفوا خطاب تنصيب لم يترك فيه شاردة ولا ولدة لم يترك أي قطاع أو فئة لم يذكرها ولم يذكر خالط طريقة التي سيقوم بها لرد الاعتبال لتلك الفئة أو غيرها من الفئات إذن كذلك اليوم عندنا مؤسسة الجيش الحمد لله مؤسسة قوية عندنا مؤسس رئاسة الجمهورية كذلك علينا أن ندعمها ونقويها عندنا كذلك يعني مؤسسة أقل منهما لك لعبة دور كبير هي السلطة الوطنية السلطة الوطنية كذلك كانت في المرحلة القادمة فالانتخابات الأساسية كانت مرحلة ومرحلة حاسمة في عمل السلطة الحمد لله نجحت فيها بمساعدة الجميع إذن السلطة الوطنية اليوم أمامها اختبارات كذلك لأن السيد رئيس الجمهورية في خطابه قال أن هناك ورشات أمامنا هناك تعديل الدستور هناك يعني انتخابات كثيرة جزائر جديدة جزائر جديدة نحن اليوم نبني في جزائر جديدة جزائر جديدة يعني لابد الجميع أن يساهم فيها المؤسسة العسكرية اليوم يعني والشرافة الذين يقومون على المؤسسة العسكرية اليوم المؤسسة الأساس الجمهورية والشرافة اليوم يقوم على المؤسسة الأساس الجمهورية وكل مؤسسة الدولة على اليوم أن تضع يدها في يد وعلى الشعب الجزائري جميعه بدون يرتفع حول هذه المؤسسات لأننا اليوم أمام مرحلة تاريخية فارقة في تاريخ جزائر مرحلة يعني نقول هلكي ما عشت لاش من تونستين اليوم رأنا أمام اليوم أمام الاستقنال الحقيقي اليوم أمام بناء الدولة الجزائرية الحديثة الجزائرية المستقلة الدولة الجزائرية التي لا تخذها لأي وصاية هذا وش بانك سهبان انتخابات الرئاسية هل كان مواطن جزائري كان يعرف مسبقا من هو الذي سيفوت الانتخابات الرئاسية لأنها كانت انتخابات نازهة منذ وقت انتخابات نازهة حقيقة حتى في الخارج لذى جانصة ك느 محسومة من البداية حتى في الخارج كانوا يراهنون على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وبدوا تصونام على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لكن الحمد لله الشعب جزائري لاحظناها رغم الصعوبات ملايين خرش ملايين أعطى ثقتها سيد رئيس الجمهورية هذا الإقبال كبير على مراكز الاقتراع اليوم رأنا في مرحلة جديدة اليوم نحييو هذا البطل يعني القائد هذا الزعين كما قلت لك كل كلمة ثلاثة فيه قدره وتلاثة فيه قيمته لكن إذا حبينا نكرمه هذا البطل الحقيقي لازم نكمل الرسالة تاعه لازم نحطه يدينا في بعضنا لازم اليوم رأي فرصنا بشر منه جزئة جديدة هذه الفرصة التاريخية قد لن تتكرر لأن الفرصة سأتي مرة واحدة لتتكرر هذه الفرصة تاريخية أمام القيادة الشريف المؤسس في الرئاسة الجمهورية هذه فرصة عظيمة لنا لنبلغ جزئة جديدة وأنا متفائل أنا متفائل أن جزئة جديدة ستكون بأكثر مما نحلم به إن شاء الله لأننا تخلصنا أكبر عبق كان يقيدنا تخلصنا من اليوم 12-12 واليوم رأينا أصبحنا متحرنا من أي قيود وأصبحت التاريخ مفتوحة نحو من أجزاء جديدة بحول الله إن شاء الله أستاذ عبد الرزاق سأقول لنعود بكرونولوجية الأحداث منذ بداية الحراك منذ 22 من فيفري يعني كان الكل يقول أنه سيحدث هناك إنقلاب في الجزائر كانت كل المؤامرات ضد المؤسسة العسكرية كانوا ينتظرون نزول الدبابة وحدث إنقلاب في الجزائر لكن حدث عاكس ذلك لا هو الانقلاب تم ولكن لم ينجح ولهذا نجد أنه الجماعة الموجودة لحكمة عسكريا في بليدها والآن في الزجل على أساس أنهم قاموا بانقلاب على الدولة الجزائرية وعلى النظام الجزائر وكانوا معروفة يعني العملية إذن انقلاب تم ولكن لم ينجح ولماذا لم ينجح الانقلاب أولا لنباهة المؤسسة العسكرية أيضا لقدرة هذه المؤسسة على استيباق الأوضاع لأنه أهم شيء دائما في الحرب أو في السياسة هو الاستيباق هو الله مدرس الاستيباقية يعني دائما وبالتالي أنه لم تنجح الأعمال التي أرادت العصابة أن تقوم بها تخيل أنه نجحت العصابة في عزل قاية سالح تخيل هذا معنى أنه الأهدار الخامسة كانت استمر ومعنى أنه هذ الأشخاص اللي كانوا يبتزوا في البلاد ولي كانوا يهربوا في الأموال وكانوا يحكموا في الاقتصاد تلك الجزائرية وفي الشعب الجزائري مع ذهرهم اليوم الحكام بالتالي اليوم نضم أنا من متكلمون نتكلمون على منطقة الواقع الحقيقي لأنه السياسة في الحقيقة هي نيست هي حقيقة هي واقع إذا خرجنا من الواقع ما عاد سياسة الحلم جميل ولكن الواقع أجمل لأن الواقع هو الحقيقة اليوم الجزائر نحن كلنا نعلم أنه عندها مواردها وعندها إمكانياتها وعندها قدرتها وعندها الإمكانية والفرص باش تنتقل إلى برحلة أحسن بمعنى نوقع في إقلاع تيكولاش تيكوف اليوم سيد ميلاد تتكلم على الرئيس لازم أن نعرف أنه رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة كلير نت ريسي رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إذن اليوم في الجامب هذا خلاص مفري نعلم أنه رئيس الجمهورية بإمكانه أن يعين وزير للدفاع صلاحياته صلاحياته أو كما الرئيس سابق كان هو الحصول للدفاع إذن اليوم الجانب الهيكلي لمؤسسات النظام السياسي متوفرة ورئيس الجمهورية هو حد بأنه سوف يقلص من صالح حياته بمعنى أنه يريد نظام يكون فيه حكومة رئيس حكومة ويكون فيه بونك الجزائر أو بونك مركزي مستقل كما كان في القانون تعلق القرض التعلى تسعيل ما هوش يصبح يوعين من طرف الرئيس وينهي مهامه وبالتالي أنه تصبح الأختلاسات والسناديق السيادية ولا واحد يعرف كم فيها من أموال ولا واحد يعرف كم فيها من أموال وأين ذهبت هذه الأموال صندوق ضبط الإرادات صندوق الجنوب صندوق الشمال صندوق الهضاء وفي الأخير قال أين هي لا نعرف يذب اليوم نظم بأنه المؤسسة العسكرية قلنا نتكلم علىها كمؤسسة ما هي خاصية المؤسسة العسكرية الجزائرية الأستاذ ميلات تكلم على أنها تستمد قائدة ثامنة الشعب الجزائري وهذه حقيقة ولكن قوة المؤسسة العسكرية أيضا في الجزائر هو أنه هي وليدة الشعب والشعب أيضا بتحملها لأنه تخيل تماع عندك الشعب كما الشعب الجزائري اللي يخلت في 22 سنة مسالما ملايين في الشارع أعطوا صورة حضارية للجزائريين والجزائر في كل العالم الصورة النباطية اللي كانت عند الجزائر وما زادها السلمية ومرافقت مؤسسة العسكرية لها الصورة التي رسمها الشعب الجزائري على نفسه وعلى بلده وعلى دولته وعلى وطنه أنه شعب أليق شعب مسالم شعب نظيف شعب قيب وهذه الصورة رغم كل ما يقال عنه لا كان يقال ولكن منذ الحركة اليوم كل العالم معتارف وقبل السبيلات قال نضربه أمثلة أنا مش حاب نضرب أمثلة نضربها ما يحدث في فرنسا دول العظمى دول الإبناء الديمقراطية ما يحدث لها ليجي ليزون وغيرهم كل أسبوع ما يحدث والبارع برك كانوا يتحكموا الشرطة لأنهم ضربوا يعني قابوا بفعل منافية إذن اليوم اليوم لما نتكلم على هذه المؤسسة الخاصية قلت أنه شعب كان سلمي وهي رفقته ولكن ما هي الخاصية على المؤسسات التي يمتزعها هي أنها منضابطة هذا هو الأنظمات لأنه شاهدناك بلد الأخرى لماذا سوريا لماذا العراق لماذا ليبيا لأنه لا يوجد مؤسسة عسكرية منضابطة بمعنى أن كل جينيرال شد منطقة وصبحوا يتحاربوا في بعضها الحمد لله أنه فيهم ضباط في إيرارشي والدليل أنه مات القائد الآن هناك القائد هناك خليفة وبالتالي عملية الاستمرارية هذه الطابعة المؤسساتي تصالوا كاركتر بمعنى أنه طابع الاستمرارية يكون بالضبط المؤسسة هي الشخص المعنوي والشخص الطبيعي يقدر يموت ولكن الشخص المعنوي يستمر لذا اليوم نظن بأنه الجزائر أمنت أمنت على سيكوريزي أمنت نفسها وأيضا كما قال الأستاذ كبير عند جيش الآن هو قوة ردح بمعنى يستطيع أن يحبي وصبح كل واحد يريد أن يتجاوز أو على الأقل يفكر في مص في سنتيمتر من الجزائر يعرف أنه عنده جيش قوي وعنده قوة ردح قوية تستطيع أن تقوم بذلك إذن اليوم نظن بأنه يعني حتى في تصريحاته كان يقول لمس شبر من الجزائر يخلصها غالية بالضبط لماذا كان يقول هذا الكلام لأنه هذا السيد هذا نحن شاهدناه على الأقل في العشر شهر الأخيرة كل يوم في ثاكنة كل يوم في ناحية عسكرية نعم يعني أنا نظن لو كان نركب كل يوم في الطائرة نتهم نعم ونركب كل أسبوع في الطائرة نتهم وطائرة عسكرية ومعنى اليوم السيد هذا كان يعرف قوة جيسو ويعرف الرجالات اللي موجودة في الكارب يعني كما قلت أستاذ ميناف يعني ثمانين سنة يقف يعني بنفسه على مختلف المناورات وكان كل يوم يعني كل يوم تقريبا هذه خطابات يباس هذه البذلة بركي تعب يعني لو كان نلبس هذه البذلة كل يوم بهذه الضغط تدعب إذا نسيه هذا هو ذاك الجهد يعني كان في مراك إنسان عندما يكون يعني يؤمن بهدف معين ويؤمن بإرادة قوية تجده أنه هو لا يحس بذلك التعب لكن جسده من الداخل يتعب فعني الراحل يعني لم يكن يحس بالتعب لأنه هذاك الشعور يعني بالمسؤولية وثيقة المسؤولية وجسامة وكبر يعني الأهداف التي كان يتوقع لتحقيقها كانت تخليه ما يشعرش بالتعب لكن جسده تعب من تكار يعني من الشاب في عمره ممكن خمسة وعشرين سنة ما يقدرش يعني يوميا يقوم بتلك التنحلات والجهود يعني كنا نشاهده صباحا في ناحية عسكرية ومساء في ناحية عسكرية أخرى أو في المنورات أراه في الصحراء أراه في الشرق في الغرب في الجنوب في كل مكان يتنقل من مكان إلى آخر يعني حتى عائلته كان منفاصل عنها فهو كان يعني كان عائلته هي الثكلة والجنود يعني كان يعني أبنائه هم الجنود يعني كان عائش يعيش داخل ثكنة يعني وعمره ما عاش يعني خارج الثكنة يعني وكنت كلمه على شخص يعني يعني تكلمه يعني ي 솔직히 commencé بالمنفاصل على عينته كان بعيد عن عينه بعيد يعني 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 كان منهم في عملة مهمه جعلته بعيدا يعني فرّ طب لم يجلس فرط يعني حبه للوطن وحبه لمهامه جعله ممكن يعني يكون بعيدا عن أهله وعن عائلته فهي تضحية كبيرة طبعا فهي تضحية كبيرة حتى لما يشوفوا المرابطين على الحدود يعني ربما يشوفوش عائلتهم بالأشهر ومنذ كان في عمره 17 سنة فهو التحق بالثورة وهو في سن 17 سنة وشارك في كل الحروب خاصة ضد الصهيرة يعني في 67 في 73 كان دوما حاضر كان دوما يعني في الحدود الغربية يعني كان تواجد مع معروف يعني في بداية ما صاره يعني كي كان ضاما أستمرك الكبير الشي اللي قلتوه حتى باش نعلق هذا الرجل حقه هذا الرجل اللي ما تقول بأنه شارك في حرب 67 ضد الصهيونية وشارك في حرب قدر 70 ضد الصهيونية هذه الأشياء تحسب له عربي وقوبي وعقائدي لأنه العدو عدو الأمة هو إسرائيل هي الصهيونية وبالضبط وهذه السيدة معنى أنها شارك في الدفاع الأول عن الأمة إذن هذا أيضا يحسب له لذلك قلت في البداية كنت ذكر السيد صغير قلت وليس فاقل جزائر فقط فاقل أمة العربية وفاقل أم السلم وفاقل حتى إنسانية إذن إذا شفنا له من نظر هذه فهو فاقل أمة العربية حقيقتين حقيقتين ونزيد نقول بأنه السيد هذا بغضنا الآن لأنه اليوم لأنه الجيوش بماذا تحسب الجيوش تحسب الأنظباتها وبكفاءتها الجيش الجزائري لم يؤد مجرد جيش عدد من الأفراد شفنا كفاءات شفنا تطوره بالضبط وقبته للعصر يعني دائما ما كان يتحدث حوله يعني كانت عنده دائما نظرة استباقية حول الحرب الإلكترونية صحيح والجيش لذلك الآن يملك كفاءات ومهدي صبح بروفيسيونال بمعنى الجيش يعرف خدمته بمعنى يعرف خدمته يعرف يحارب يعرف يواجه العدو يعرف يستمق الحرب يعرف يستمق العدو لأنه اليوم نحن في دولة مساحتها ثمين مليون وثثمية واحد ثمانية ألف كيلومتر وبعض الكيلومتر وعندنا واجهة بحرية التي تفوت تفوق ألف وستمائة كيلومتر يعني الرقم اللي كان قبل كان خاطع اللي كان اللي طرح صلاحناه في الابتدائي وكنا ندرسوه ألف ومئتين هي الواجهة البحرية تعانا هي أكثر بكثير بالتالي اليوم هذه الدولة اللي عندها هذه الواجهة البحرية وهذه الدولة اللي عندها هذه الحدود كلها وهذه المساحة الجغرافية ومحمية من كل الحدود بالضبط وحدودها قلت ملغمة لما نشوف ما يحدث في ليبيا وفي المالي وفي النيجر وفي الشاد اللي عندها قاعدة على اليدرون والموريطانيا وغيرا إذن اليوم الجزائر عندها إينا ربيع عندها قوة هذا القوة محترفة قوة كفأة مسلحة سلحة جيد متدربة تدريب جيد ومضابطة ضابطة يعني ديسيبلي يعني معناها معنا الأنظيمات سلحة إيرانشية لشيف سلو شيف الشيف سلو شيف كان قيد صلح كان قيد صلح سلو شيف اليوم لشيف سي سعيد بن شنقريحة شنقريحة بالتالي الآن والرئيس والرئيس والقايد على القوة المسلحة إحنا الآن الجزائر بي مواردها الجزائر عندها ثاني احتياطي في العلم تالحديد في غرج بيلت الجزائر ثاني احتياطي في الغاز التالي الصخري الجزائر عندها موارد رعيبا في الليل أني ثروات كبيرة وبالتالي اليوم هذا الدولة اللي عندها كل هذه الموارد وعندها كل هذه الطاقات البشرية عيب حرام علينا نجوعه إلى جنيه شعب حرام علينا نقوله حنا لما تمشي في السوق في أي سوق في الطريق أقوم بذي السيارة تقوم بشي في الطريق نشوفه نشوفه مركبات تجارية داخل الطريق هذا يبيع البرتقال هذا يبيع البطاطا هذا يبيع الثوم هذا يبيع هذه اليوم وهذا وهذه من من أولويات السلطة الحاكمة الآن ومن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة هو كيفية إدخال السوق الموازي إلى هيكل الاقتصاد الوطني ما يبقاش أن أنسيركوي تعارب عين في المياه من اللوبي بتاعنا خارج خارج المنظومة الرسمية لا يدفع ضرائب ولا ولا يعترف وهذه كله محسوبين بطالين هذا يدخل في النار بليون بطال بما أن اليوم الجزائر هذه الموارج عندها كامل كيف دولة في العالم لتسمح تتباع تتباع أحبة حلوة بدون ضرائب ما كيفية دولة فيها نحن تسعب حلو نحن نضبح سبعة مليون خروف في العيد الأبحر لا تدخل خزينة الدولة منهم دولار واحد لو كانت تدخل دولار دولار سبعة مليون سبعة مليون دولار كنت تدخل عشرة دولار تدخل سبعين مليون دولار نضر رئيس الجمهورية تكلم أمس قبل أمس قال نحن نحرق الدولار خبز نحن نرمي ثلاثمئة وسبعين مليون دولار سنويا خبز في المزابي العشق ونستمر لإستيراد لأنه أنخص بال لتبيع خبز في العالم والجزائر ولأنه مدعم وإنه نستهلك خبز نشير عشرة إذن اليوم ترشيد الاقتصاد ترشيد الاستهلاك يعني كل هذه تحدية الرئيس لكن يبقى شيء جميل يعني تكلمت عن الموارد البشرية الكبيرة عندها جزائر وهذا شيء يعني مؤكد مؤكد ومفيد للبلد لكن يعني يبقى العنصر الأهم يعني قبل الموارد البشرية قبل الموارد التي حمان الله بها أهم عنصر يعني في الجزائر الجديدة يعني التي نحلم بها جميعا هو أن يتم يعني الاستثمار في العنصر البشر التي أهمناها طاويلا المؤسسر العسكرية استثمات في العنصر البشرية عن طريق ما يعرف بمدارس أشبال الأمة عن طريق يعني تكون إطاراتها يعني اليوم عندها إطارات كفاءة هي لها هذه المؤسسة العسكرية نتمنى نتمنى نفس الشي نتمنى أن يتم الاستثمار في العنصر البشرية لأنه في حاجة الاستثمار في الكفاءات عندنا الكفاءات لكن لم تستثمر ولم تعطى الفرصة الكفاءات جزائرية في السابق تم تهميش وهم الأسف شديد نعم وإقصاء هذا صحيح هذا هو المصيبة على البلد لكن انت رأيس نقابة تعجلي بلده تقدر نعم وشال لدينا الأستاذة في الجامعة الجزائرية في الأسف شديد علاف لألف وشال لدينا طالبة في الجامعة الجزائرية رجلين رجلين هذا كل استثمار يا أصديقي يا أخي انت درس في الجامعة ماستر كفتورة الطالبة في العالم بشي لحق الماستر يدفع احنا طالبة تعليم الجاني اسكيو جي يقرأ سبعين في المغاية دي معنا اليوم لما تكلم الدولة شوف بعيوبها بنواقصها بنقائصها وفرت نقول اسم وفرت فيه جامعات فيه مؤسسات ولكن إذا كالآن احنا الآن هذا كيفاش نعود نثمن ما نملكه لأنه اليوم أنا مدالك الحافلة توصلك ومدالك البطعم وينتاكل 24 دور الله إن شاء الله نعطيك خمرص وخبز لأنه الخبز سواء أكثر 24 دور سواء الفرك يعني تاكل ودالك المقاعد وينتقرأ ومدالك الغرف وينتنام وينتترس إذن الموارد البشرية لما لما نوعقل التسير لما نرشد التسير لما نكفي الفرص لكيفو الفرص أنا الموارد البشرية تسمح تتناسب مع الموارد المادية اللي عندنا لأنه الخلل اللي يراه موجود كان هو عنصر الإقصاء وعنصر التملق وعنصر الولاءات والعصب كان العصب اللي كانت تحكم كانت هي تخلق ناس نحن نرى الناس الآن وشاهدناهم لما لما يعني حتى المسؤولين رئيس الظهوري يعني تتحدث يعني في كثير من خطبات حول تشجيع المؤسسة الصغيرة المتوسطة وهنا تشجيع الشباب تشجيع كفاءات القادمة بالضبط لأنه اليوم اليوم احنا حرام علينا لأنه هي في اي اختصار ممنوع علينا ممنوع علينا نخسر ممنوع علينا نبقى في ما صف الدول منقوش الأقل نمو منقوش المتخلفة لأنه ماناش متخلفين بالدرجة ولكن نحن دولة أقل نمو لكن حتى لو نعود إلى يعني ما قدمته المؤسسة العسكرية يعني رسخت يعني في كثير من الأحيان الوطنية وحب الوطن وأعدت الثقة للمواطن وهدمت الجسد في الانتخابات يعني شفنا الكثير كانوا كما تحدث الأستاذ صغور يعني قال الكثير كان يقول ما رايش حتكون انتخابات في الجزائر ما رايش حتكون إقبال المواطنين من أجل الانتخابات لكن شفنا عكس ذلك أكيد يعني شفنا يعني كل الشيء بزائري شاهدة يعني 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 واحد ما يقدر يقول لك هذيرا ممكن راهي تلاع راهي التغريط للرأي العام لأنه الجميع شاهد يعني 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 أنا شخصيا عندما يعني صباحا يعني انتقلت لأداء الواجب بتاعي يعني كي وصلت لمدرسة يعني اتفاجأت لقيت يعني الطوابير وصل إلى غاية خارج المدرسة أنا كنت ننتظر أنا كنت ننتظر مثل السنوات الماضية ندخل لأنه الحمد لله يعني مباشرة لقيت يعني طابور كبير يعني صدقيني كيش لك طابور يعني ما تطريش صور يعني يعني حتى أنت نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات وكانت عندكم يعني بعض ربما في عدم إقبال المواطنين يعني نظرا لما يتم تدوله عبر موقع التوصول الاجتماعي نظرا لا تنسيش أنه يعني يوم الانتخاب يعني إلى أي غير يوم الانتخاب يعني وللأسف هناك حرب نفسية كبيرة يعني على الانتخاب وعلى السلطة وعلى مؤسسة المؤسسة العسكرية وشاهدنا يعني بعض الماضاة المؤسفة عند الجالية في الخارج يعني كل هذه الأمور يعني خلات يعني من أمور يعني ممكن يعني يعني شوية مضحكة كان بعض شباب يعني عمرهم ما عندهم مش بطاقة الانتخاب يعني كيشبوزيك الماضاة تنقلوا للانتخاب قالوا ما عندكم مش بطاقة نتخلش تنتخبو قالوا مختار جاء وحو تنتخبو تنقلوا بقوة قالوا كم نتخبو ما مراش بسجلين يعني الحمد لله الشعب يوم طناش أعطى يعني منظر رائع منظر يعني خلل أسمحك أسفل حفيد ملا ملا